اشتركوا في القناة يعيشون في الماضي وفي أحزان الماضي وآلام الماضي ومعاناة الماضي فيجددون أنفسهم كلما تذكر هذا الأمر الذي قصر فيه أو جرى له تتجدد أحزانه طيب إلى متى يا أخي؟ إلى متى يا أختي؟ تلك أمة قد خلت لا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون الله صبح وتعالى في سورة الحديد ذكر هذا الأمر فقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير طيب كل ما حصل هو بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره يعني أرضوا بهذا القضاء لا تعذبوا أنفسكم بما مر معكم ولذا تهتمت الآية لكي لا تأسوا على ما فاتكم يعني ما تحزن من الأسى الحزن والحسرة والندم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم الله لا يحب كل مختال فخور أيضا في توازن عند المسلم لا يظل حزينا يأسف على ما مضى ولا يعني مثل أولمة العام يطير عقله يكون فرحان جدا بما هو عليه من نعمة لأنه لا يدوم على ما هو عليه إلا الحي القيوم سبحانه وتعالى كل حال يزول فالإنسان في صعود وفي هبوط قد يتسأل بعض إذن لماذا قص الله عز وجل علينا قصص الغابرين وكل مآسي الأمم التي أقبها الله سبحانه وتعالى بسبب نكوصها عن هد الله وجحودها لرسالة الأنبياء الذين أرسلوا لهم القصص القرآني فيه عبر وعيضات وحكم كثيرة منها الاعتبار فاعتبروا يا أولي الأبصار هكذا قال الله سبحانه وتعالى ما معنى اعتبروا يعني قيسوا الأشياء أو الأمور بأشباهية يعني لا تفعلوا فعلتهم فيكون مصيركم كمصيرهم فالله سبحانه وتعالى قص علينا قصص الأمم السابقة لنتعظ بها فلا نفعل مثل فعلهم خاصة أولاك الأمم البائدة الذين دمرهم الله سبحانه وتعالى بسبب استيانهم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون و نتذكر دائما هذه الآية وأشرت إليها تلك أمة قد خلت لها ما كسبت يعني خلت مضت راحة ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون هنا لوقفة في تاريخنا الإسلامي حصلت أمور سلبية وخلافات السؤال الآن هل نحن سنسأل عنها يوم القيامة أنت مع من ومن تؤيد وهل تقف على الحياد وإذا وقفت على الحياد هذا لن يجيك لازم تقول وإلا أنت تصنف ضمن الفئة الفلانية يوم القيامة لن نسأل عن هذا ندرس التاريخ لأجل العبرة وأخذ الدروس والحكم ونتعلم ونفهم وننظف في حياتنا إذا وقفنا عند هذه الحوادث المؤسفة التي حصلت في تاريخنا الإسلامي فسيحصل معنا أمر أودى بعضهم إلى حياة سلبية حياة غير بناءة حياة تثير المشكلات مع الجمهور الأعظم من المسلمين لماذا؟ ألم يقل الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وفي آية الأخرى وأنا ربكم فاتقون أمة واحدة أمة لا إله الله محمد رسول الله موسيقى ما زال عودي أخضر هل من يمين يا ترات نحن عليه تشدني يا شب فرعا الأزهران إني يتيم اليوم لكن في غادي رجل بخيرات تفيض بها يابي كل الأمان فإن شببت أكوه للكون للأجيان يا دنيا الشهاد دعونا نجتمع على المتفق عليه الله وربنا ومحمد رسولنا والقرآن كتابنا ومنهاجنا والحمد لله الله حز وجل قد حفظ لنا القرآن وحفظ لنا تبيين القرآن وهو السنة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ندرس الماضي لنأخذ منه العبرة كي ننطلق في حياتنا بطريقة إيجابية بناءة فيها وحدة فيها تقدم فيها تطور انظروا للأمل كان في كنا نقرأ أنه مثلا القرن التاسع عشر عصر القوميات في في أوروبا وصاروا يقولون وهو عصر القومية في العالم العربي قرن العشرين أين هذه القوميات ولا تصار في اتحاد أوروبي في ولاية المتحدة الأمريكية الناس يحاولون أن يتجمعوا لماذا نفرق أنفسنا إلى قوميات إلى إثنيات إلى طوائف لماذا هذا من أعجب ما يكون قال الله سبحانه وتعالى ذاكرا لنا الأهداف من القصص القرآني بل يعني رسالة الإسلام ورسالة القرآن عموما آخر آية في سورة يوسف وأنا أحب أن نستشهد بها دائما لأن فيها تلخيص لرسالة القرآن لقد كان في قصصهم إمرة لأولي الباب ما كان حديثا يفترى يعني مختلق رسول الله الصادق هو رسول الله حقا وصدقا ما كان حديثا يفترى ولكن تصديقا الذي بين يديه يعني من الرسالات السماوية السابقة وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذه هي أهداف القرآن هذه هي أهداف الإسلام تصديق أصل الرسالات السابقة كاليهودية والنصرانية وصورية الصحيحة الأصلية قبل التغيير وهداية للإنسان ورحمة لقوم يؤمنون حتى لو سئلت يعني تعريف للقرآن الكريم كما ذكر علماؤنا قالوا القرآن الكريم كتاب هداية وعجاز هداية بكل أنواع الهداية للإنسان هداية للفرد هداية للأسرة هداية للمجتمع هداية للعقل هداية للروح هداية للحواس وعجاز تحدي القرآن معجز في بيانه في مضمونه في تشريعاته في إخباره بما مضى في إخباره بعض الأمور التي ستحصل في المستقبل معجز وعجاز علمي في بيانه لبعض الحقائق هذا الكون والنفس سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد فلنمضي إلى الأمام ولا نتذكر المآسي سواء الجماعية بالنسبة للأمة أو الفردية أنا حصل معي كذا قصرت في كذا ما درست كفاية ما أخذت شهادات ورحت لصنعة ما يدريك أنه بهذه الصنعة قد نجاك الله من أمور أخرى فالإنسان يرضى بما قسم الله سبحانه وتعالى له ويعيش في واقعه أخذ العبرة من الماضي ويمضي منشرح الصدر إيجابيا بناء لنفسه ولأسرته ولمجتمعه نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لهذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة يسودها نبلو العطاء يحفها الإلهام وترى المحبة تزدهي وبفضله تتقارب الأبعاد والأرحام ترجمة نانسي قنقر